كل تحقية لكل مشاهدينا ومتابعي شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان من هنا من تونس مقر إقامة تبعثة فريق الناد الاهلي وأولى تدريبات تفريق الناد الاهلي على الملعب الفرعي برادس واستعدادات الناد الاهلي لمواجهة فريق التراج التونسي في مباراة الذهاب للدور النصف النهائي دور كبير جدا بتبزله السفارة المصرية ممثلة في معالي السفير إيهاب فاهمي سفير جمهورية مصر العربية في تونس ودور كبير جدا في تسديق كافة الأمور والتنسيق لقبل قدوم بعثة فريق النادي أهلي يسعد أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي السفير إيهاب بفهمي سفير جمهورية قصر العربية بتونس معالي السفير برحب بحضرتك على شاشة تقناة النادي أهلي جهد كبير وأمور بتبزل حتى من قبل قدوم فريق النادي الأهلي حطنا في الصورة وقربنا من المشهد أهلا بحضرتك أهلا بسادة مشاهدين كان طبعا ده طبيعي أن نكون في شرف استقبال نادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وده طبعا ده مهمة أساسية وكان أيضا في شرف الاستقبال كابتن أو سيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي وكانت لفتة كريمة حقية منه وده عكسة مشاعر الأخوة والمحبة اللي بتجمع ما بين الناديين ورئيسة الناديين ونتمنى أن إن شاء الله تكون المباراة اليوم السبت القادم ما بين الناديين العارقين نادي الأهلي ونادي الترجي أن تعكس العلاقات المتميزة ومستوى وروابط اللي بتجمع ما بين الشعبين معالي السفير أعتقد اتصالات تمت منذ تحديد المباراة بين الأهلي والترجي حطنا في الصورة والاتصالات التي كانت تم من خلال المسؤولين في النادي الأهلي مع حضرتك ومسؤولي السفارة المصرية طبعا أنا من خلال حضرتك ومن خلال خناتنا دي الأهلي بتوجه بالشكر للسلطات التونسية على كل ما بذلته من جهد في توفير كل سبل الراحة وتوفير كافة الإجراءات التي تيسر إقامة البعثة وأيضا فيما تعلق بالتأمين منذ وصول البعثة وحتى اللحظة دي إلى إن شاء الله إتمام المباراة على خير ومغادرة البعثة موفقة بإذن الله وكان هناك عدة لقاءات سواء مع رئيس نادي الترجي التونسي سيد حمدي المدب الذي كان وجوده في المطار كان تأكيد ونعكاس واضح لعلاقة الاحترام المتبادل بين الناديين وتقدير أيضا لمصر والنادي الأهلي وطبعا لكابتن محمود القطيب أسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية وأيضا التقيت بالإضافة لسيد حمدي المدب سيدة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالإنابة سيدة سيهام العيادي وكانت أكدت لي حرصها التام وحرص كل السلطات التونسية على إنجاح هذه التظاهرة لأننا بنتطلع أنها تكون في إطار أجواء إيجابية وودية وأخوية وأنها برغم التنافس ما بين الناديين نتمنى أنها تكون في أجواء طيبة للغاية تعكس بشكل واضح العلاقات المتميزة ما بين مصر وتونس وطبعا السنة دي إحنا بين سيدة رئيس فتاح السيسي تم الإعلان خلال زيارة فخامة رئيس أيضا قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية خلال زيارته الأخيرة للقايرة إعلان عام 2021-2022 عاما للثقافة التونسية المصرية وبالتالي هناك العديد من الفعاليات التقافية بمفهومها الشامل وطبعا الرياضة هو بعد مهم وركيزة أساسية في هذه العلاقات وإن شاء الله بإذن الله تكون الأنشطة الرياضية داعم للتقارب تعزيز التقارب بين الشعبين معالي السفير مباراة بقيمة الأهل والترجي أكيد بتحظى بشعبية كبيرة جدا وشوف اهتمام وسائل الإعلام وأيضا اهتمام الشارع التونسي يعني برضو حدك تعربة من الصورة وحديث وسائل الإعلام وأيضا الشارع التونسي عن قيمة المباراة وأهمية المباراة ما بين الأهل والترجي طبعا قامة كبيرة زي الأهلي ونادي الأهلي وأيضا نادي الترجي هو حدث بتترقبه الجميع سواء جماهير التونسية أو الجماهير المصرية وكان طبعا هذا الترقب مصحوب برغبة كبيرة من نادي تراجي للسماح لهم بوجود جماهير أن يتم المباراة بوجود جمهور وبناء على هذا الطلب تم تدرس هذا الأمر في اجتماع لرئاسة الحكومة التونسية وتقرر السماح بالحد الأدنى للخمس تلاف متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها الدولة في إطار مواجهة جائحة كورونا ويعني لن يتم السماح بالطبع لأي متفرج للدخول إلا بتخديم ما يثبت خلوه من الفيروس كورونا من خلال المسحة السلبية وإن شاء الله بإذن الله نشهد مباراة يسدها الود والمحبة ما بين الفريقين معل السفير رسالة حضرتك لعابة النادي الأهلي وأيضا أنا شايف أن حضرتك بتتمتع بصداقة مع الكابتر محمود الخطيب والمهندس خالد مرتاجي لساس دار أنديل أعضاء مجلس دارة النادي الأهلي ده شرف لنا ويعني مين ما بيحبش كابتر محمود الخطيب ومين ما بيحبش يعني الفن الكرة اللي أمتعنا لسنوات والسنوات وما زال بيمتعنا من خلال رئيسة النادي الأهلي وطبعا بتوجه بالشكر لكل البعثة الفريق النادي الأهلي وبشمهندس خالد مرتاجي وجميع الأعضاء المشاركين في البعثة ويعني نتمنى تكون لهم إقامة جيدة ومنتعة وإحنا دايما جنبهم من الاستهبال حتى المغادرة وأنا بتشرف دلوقتي عرضك بنصور في الملعب حيث الميران الأول للنادي الأهلي وبإذن الله يعني يكلل مجهودهم ده بالنجاح وبالتوفيق وإن شاء الله بإذن الله نرى أيضا مباراة جيدة ترتقي لمستوى وعراقة النادي الأهلي ونادي التراجي أيضا شكرا حضرتك يا معلي سفير وبالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي شكرا أهلا بحرارة شكرا أعزائي مشاهدنا متباشة شكرا قناة النادي الأهلي في كل مكان ده كان لقاءنا مع معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية بالتونس ومجهود كبير جدا بيبزل من أفراد السفارة المصرية وتزليل كافة الصعاب الخاصة ببعثة فريق للنادي الأهلي قبل مواجهة النادي الأهلي أمام فريق التراجي في مباراة الذهاب للدور نصف نهلي دور أبطال إفرقية كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي ويعود من تونس إن شاء الله مكلل بالانتصار وإن شاء الله بالتوفيق أيضا في مباراة العودة من ثم الصعود للمباراة النهية وبإذن الله التتويق بالبطولة العشيرة بمشيئة الله موسيقى